رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي في الذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكدا أن ميثاق العمل الوطني خلق منهجا تطويريا ووفر مناخا ديمقراطيا راسخ نشاطا حقوقيا وأضحى عنوانا للمسيرة الوطنية العصرية التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة منوها سموه بأن ميثاق العمل الوطني قد جسد وحدة شعب البحرين والتفافه حول قيادته ودعمه لتطلعاتها نحو المستقبل المشرق بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة ومحثاته مع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وبالاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال هذه الزيارة ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية زيارة الرئيس التركي أهدافا وتوقيتا ونتائجا على الصعيدين الثناء والخليجي وأن هذه الزيارة تدشن استراتيجية بحرينية تركية مشتركة للتعاون سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وفي المجالات الأخرى إلى ذلك فقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنعقاد المؤتمر الدولي للخيل العربية برعاية ملكية سامية بمملكة البحرين الذي تنسجم أهدافه ومخرجاته مع جهود وغايات مملكة البحرين في الحفاظ على السلالات الأصيلة للخيل العربية والتي تعد مملكة البحرين أحد مواطنها المشهورة عالميا بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل على ترويج الصناعات الوطنية وتسويقها واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطع مثنيا سموه على دور المعارض في دعم هذا التوجه ومنها معرض الخليج للصناعة الذي شمله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برعايته الكريمة مؤخرا بعد ذلك هنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة من تبراهيم آل خليفة قارينة جلالة العهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمنحها قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية تقديرا لمساهمتها في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية كما رحب سموهم باختيار المنامى عاصمة للمرأة العربية لعام 2017 معكس السبق الذي حقته مملكة البحرين في بناء قدرات المرأة في المجالات المختلفة بعد ذلك أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية وبما يتحلى به أفرادها من إقدام وشجاعة لتأمين الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ونوه سموه بالتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية لدوره في نجاح العمليات الأمنية النوعية التي تحققت مؤخرا وشاد سموه بالمواقف الوطنية والداعمة للمواطنين ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة اليقظة والأمن الاستباقي وتكثيف البحث والتحري والمراقبة لدحر وإحباط كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تغطية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والأدوية في كافة المرافق الصحية الحكومية موجها سموه باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطن على العلاج بسرعة ودون إبطاء وسد أي نقص إن وجد في أي من الأقسام بما فيها قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتفادي تأثر الخدمة الصحية المقدمة فيه لأي سبب وبخاصة سرعة معاينة المرضى وتوفير الأدوية لهم من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل لاستقطاب الشركات وتهجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال الحوافز والتسهيلات لتوفير مزيد من فرص العمل للبحرينيين فتطوير العمالة البحرينية وتنميتها وتنمية قدراتها هو هدف أساسي للحكومة وأن مشاركة هذه العمالة بما تمتلكه من قدرات تأهيلية يمثل قيمة مضافة للمشاريع الاستثمارية فالحكومة تستقطب هذه المشاريع من أجل خلق فرص عمل جديدة أمام مواطنيها بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي أولا اطلع المجلس على مجالات التعاون المقترحة مع جمهورية تركيا الشقيقة والتي سيتم بحثها في الاجتماع المقبل للجنة البحرينية التركية المشتركة والتي تشتمل على مجالات التجارة البينية والتعاون في المجال المالي والمصرفي والتعاون في مجال الإسكان والبنية الأساسية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والصداعات وفي مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي المجالات السياحية والتعليمية والصحة والشباب والرياضة ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من مارس المقبل في أنقرة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية ثانيا بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين لخمس اتفاقيات ومعاهدات دولية وذلك التزاما من مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي لكونها إحدى الدول المستفيدة من العديد من الخدمات المرتبطة باستكشاف الفضاء الخارجي وحسن استغلاله وهذه الاتفاقيات والمعاهدات هي معاهدة القضاء الفضاء الخارجي واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادتهم واتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الدفاع الوزير المعني بالإشراف والرقابة على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اشتركوا في القناة